خلينا اسألك محسن يعني الموقفين بتوع الصلاح والشناوي وإصاباتهم يعني خلينا ناخد الموقف بالكامل في الإصابات كمان يأثر على متخابنا في المتشاط اللي جاية؟ طب مفترض يأثر يعني هنقول مثلا الشناوي الحارس الإساس طبعا لكن اللي حصل في البطولة الأخيرة في الكاميرا يخلينا نقول ما نأثر يمكن لما اتصف وقت مهم جدا نشارك بدله أبو جبل حتى أبو جبل نفسه اتصف وقت ملوقات في مباراة المجرب تحديدا نشارك مكانه أعتقد محمد صبحي يعني سد مع الفريق والدنيا مشت كويس جدا وكانت اللحمة موجودة في المنتخب ككل لكن المرة دي ممكن في يعني لو شناوي بس كنت أقولك ماشي لكن صلاح والشناوي ده القائدين يعني الشناوي قائد الأهلي وصلاح قائد المنتخب وتحديدا صلاح وجوده هو في حد ذاته قيمة يعني كنت أتمنى لو هو طبعا لو الأخبار بقى كانت صحيحة مش مضللة زي ما قاله أستاذ محمد أنه هو يبقى يومين أو مرشين قصدي ويرجع خلاص ما مسافرش لأنه أنت وجودك مهمة مع الفرقة أنت الناس كلها بتتلمح عليك أنت يعني النجم الأبرز في كود دفوار هو محمد صلاح النجم رقم واحد بصراحة والتاني يجي بعدين يعني تقريبا ما فيش يعني مع اقترامي طبعا حتى السيد يوميني والناس دي لأ بصراحة بيجوا بعدين بمراحل قيمة النجمات بتاع محمد صلاح أنت وجودك في المنتخب مصر ده في حد ذاته بيدي قيمة فما كانش طبعا بسبب لمعلوماته المضللة أو الخطأ أنهم قالوا ما قالوش الحقيقة فطبعا ده يأثر أكيد أثر يأثر على الفرقة طبعا للدنيا مش حلوة بعدين إيه هما سابوا محمد صلاح فريسة بصراحة للجمهور سوشال ميديا كلها أي معلية والناس كلها مش طيئة وعمليني هو مثلا يعيه تعمل يمثل مع الناس بتاخد المعلومة لما جات المعلومة إيه حقيقة من رمع بس مش من إدارة المنتخب بتاعنا أو التحاد الكورة طبعا الناس بدأت بدأت تلتمسوا الوزر الصلاح طبعا طبعا بدأت يبقى فيه يعني يشيلوا عنه الضغط مش عارف أقولي بصراحة للإدارة يعني المنتخب اتحاد الكورة بس عايز أقول لها كنا حرارت النواية يعني اتشال منه الدوري اللي هو العكة الكبيرة راحت للربطة طبعا انت مش فضل للمنتخب وكاس مصر اللي هو أصلا عملت تلزق السنة في السنة اللي قبليها والكلام اللي بيحصل ده طبعا المنتخب ده حاجة سهلة جدا صحب صحب كنا بك صحب أمتلا واضح كما أنا أبو جبل بيقض طول السنة ايه راقرات تيه متكتك لأفرق ومركز لأفرق بس عايزين ان شاء الله بقى هو يبقى يعني القائد في حراسة المرمى بقى بشكل بقى ربنا سهل كده يا ربنا ان شاء الله نقدر هطلع للفاصل وأرجع بقى نتكلم على الماتش بتنبارح والحسابات اللي موجودة في البطولة بشكل عام واللي حصل النهاردة مثلا الكاميرون برضو كان ماتش ممتع جدا جدا انك تروح وتيه وتروح وتيه متخب الكاميرون